نطالع في هذه النشرة أبرز العناوين التي تصدرت كبراية الصحف الإفريقية الصادرة اليوم وبداية جولتنا من إثيوبيا حيث نقرأ على إثيوبيان مونيتور بأنه لم يتم الإعلان عن أي حالة جديدة من فيروس كورونا أمس بعد تحليل 965 عين وزيرة الصحة الإثيوبية ليا تادس قالت إن ذلك لا يعني أن الإصابة بالفيروس أخذت في الانخفاض وإلى جنوب إفريقيا وصحفة إنديبندنت أولاين الجريدة كتبت الاقتصاديون والمراقبون حذروا من أن خطة الإنقاذ التي أعلن عنها الرئيس سيريل رامابوزا لمواجهة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن فيروس كورونا سيكون مآلها الفشل وذلك بسبب معضلة الفساد ومن وجهة نظر اقتصادية تقول الصحيفة إنه يتعين التذكير بأن الفساد يعم أجهزة الدولة على نطاق واسع وإلى السنغال وجريدة لوسولاي الوضع في غينيا بيساو مفار اهتمام المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا الصحيفة كتبت أنه بعد مرور أربعة أشهر من الجمود الذي أعقب الانتخابات في غينيا بيساو اعترفت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بأمارو سيسوكو إمبالو رئيسا للبلاد ومنذ الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي جرت في التاسع والعشرين من دجامبرا الماضي وصلت البلاد إلى طريق مسدود بعد أن تشبث منافس إمبالو دومينغوس بيريرا زعيم الحزب التاريخي بفوزه في هذه الانتخابات وإلى محطتنا الأخيرة من الكونغو الديمقراطية فوروم ديزايس قالت إن الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ صوت أمس لصالح تمديد حالة الطوارئ الصحية حيث شكل هذا التصويت بحسب اليومية مناسبة لنزع فتيل أزمة سياسية داخل الإئتلاف الحاكم الصحيفة أوضحت أن هذا التصويت وضع حدا للأزمة السياسية الصعبة داخل الإئتلاف الحاكم الذي يضم مقربين من الرئيس فليكس تشيسيكيدي وأنصار سلفه جوزيف كابيلا الذي لا يزال يتوفر على الأغلبية في البرلمان